صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخريفة أهل البلاد المفدى حفظه الله مرسومان رقم 19 لعام 2016 وجاء في المرسوم الأول رقم 9 لعام 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وما يلي يعد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على النحو الآتي وزير الصناعة والتجارة والسياحة ويتبعه أولا وكيل الوزارة لشؤون الصناعة ويتبعه الوكيل المساعد لتنمية الصناعة ويتبعه إدارة التنمية الصناعية وإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اثنان الوكيل المساعد للمناطق الصناعية ويتبعه إدارة عمليات المناطق الصناعية إدارة تطوير المناطق الصناعية ثانيا وكيل الوزارة لشؤون التجارة ويتبعه الوكيل المساعد للتجارة المحلية ويتبعه إدارة المواصفات والمقييس إدارة حماية المستهلك وإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة اثنان الوكيل المساعد للتجارة الخارجية ويتبعه إدارة العلاقات التجارية الخارجية وإدارة الملكية الصناعية ثالثا الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات ويتبعه إدارة التسجيل إدارة رقابة الشركات ثالثا الوكيل المساعد للموارد والخدمات ويتبع إدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات إدارة العلاقات العامة والإعلام كما نص المرسوم الثاني رقم 10 لعام 2016 بإعادة تنظيم شؤون الأشغال في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ما يلي يعد تنظيم شؤون الأشغال في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على النحو التالي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ويتبع إدارة الاتصال أولا وكيل الوزارة لشؤون الأشغال ويتبع إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد المالية ثانيا الوكيل المساعد للطرق ويتبع إدارة تخطيط وتصميم الطرق إدارة مشاريع وصيانة الطرق ثانيا الوكيل المساعد للصرف الصحي ويتبع إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي ثالثا الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة ويتبع إدارة مشاريع البناء إدارة صيانة المباني إدارة المشاريع الاستراتيجية رابعا الوكيل المساعد للخدمات الفنية ويتبع إدارة هندسة التكاليف إدارة هندسة المواد وإدارة تقنية المعلومات شكراً لكم